السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا مقاسه مئة وعشرين في ستين يكفي البيبي لغاية سنتين أو ثلاثة سنين يعني ممكن يكفي لغاية عمره لثلاث سنين أو أربع سنين وفي كذا مستوي يعني الملة التحت دي اللي هي اللي ينام عليها دي فيها كذا مستوي زي ما انكم شايفين اللون أبيض ومعبول له رسومات برضو جميلة لنظام بكيماوس والسمك بلدي بطو شكل حلو عشان للطفل برضو مبسوط لنه هذا القط طوم طبعا زي ما انكم شايفين كذا اللمعة والخدمة متعاولين ان احنا بديهن الشغل على طول دوكوفر علشان يبقى سهل للتنظيف والمسح وكمان بيعمر في الالوان طبعا هذا السيرير ده كمان مستو ان هو بفك وتركيب يعني هو لاتي متفك خالصة هن هنركبه هتشوفوا حضراتكم بقى طريقة تركيبه طبعا هو عبارة عن شباكين شباك كبير وشباكين كبار واربع شباك صغارين يعني الاربع شباك صغارين كل اتنين بيثبتوا بعض الاول كما شايفين كده بمفصلات وبعد كده بنثبت عليهم السمك يعني السمك اللي هو ده بنعمله اللي هو ضغط نظام ضغط بحيث لو انت حابب تشيله مثلا او تلغيه مثلا برضو الشام لو لاحظتم الشباك اللي هو صغير ده معمول نظام دوران من تحت علشان علشان يدي يعني يدي مثلا حركة كده زبزبية مثلا عشان يبقى زي السرير الهزازي يعني هو سرير هزاز ومنه نوم يعني هو سرير هزاز ونوم في نفس الوقت طبعا بقى بتثبت شبكين السوارين بتدثبتون معه فشبكين كبير زي ما حرقوا شايفين كده ايوا ده كده مسلا متحرك بنى coupled وبالطبق وبالطوفم كده على الشمال وعن Crew هنقوب اخر لشبكين السوارين التانيين هذا الشبكين السوارين اوما sănayn吸اد اقربا الاستائams فهو عشانلم فيديو لم يصبح طويل هنثبتهم برضو بنظام مفصلات طبعا السرير مخدوم ومشاء الله خشب محمل جدا يتحمل الطفل وكمان معموله زي ما حركوا شايفين كده الدوران من تحت ده عشان برضو يسهل الحركة يعني انت لو عايز برضو تهز الطفل مثلا كمان برضو يبقى زي المرجحة بتحرك الطفل عليه بيبقى جميل وظريف يعني الطفل مثلا لو بعيد أو الطفل الزنان بيبقى جميل يعني ما شاء الله بيبقى شكله حلو هنبتركب هوت المفصلات طبعا ده سياره في المتوسط يعني بقى في حدود 1200 جنيه تقريبا لو على الأسعار بتاع النهار طبعا اللي طبعا نتحقوا أكيد عارفين ان الخشب وصل لعشر تلاف جنيه سيار الخشب الانسولتو وصل لعشر تلاف جنيه طبعا هو فيش حد بيشتغل بالانسولتو كتير في الموبيليا بس يعني بس الانسولتو كان بست تلاف تقريبا من حوالي شهور يعني ممكن تتكلم في ربعة شهور خمس شهور كان الخشب الانسولتو ده كان بحوالي ست تلاف جنيه تقريبا أو خمس تلاف وتمنمية فلما يطلع من ست تلاف أو خمس تلاف ونص لعشر تلاف ده ده يعني مبلغ خرافي يعني ديئة مصيبة وكرسة في الأسعار وطبعا هو مش يقف عند العشر تلاف لأن احنا من شهر بالضبط كان وصل تمن تلاف وكنا بنقول ازاي والخشب مش هيوصل وهينزل لبكرة ينزل وكل الكلام كان بقول ان هو يوصل على عشر تلاف ممكنش مصدقين لكن النهاردة بقى امر واقع وفعلي ان الخشب النهاردة وصل عشر تلاف جنيه خشب انقل سلطه النهاردة وصل عشر تلاف جنيه اني خلينا بقى في السرير يعني السرير ده في المتوسط على الدهان ده يعمل له الف ومتين جنيه تقريبا احنا طبعا هو المفروض يتحوأ اكتر من كده بس احنا بنرأي ظروف الناس وعارفين قدقين الناس متأزية واحنا كمان متأزين يعني احنا كلنا في مركب واحد اني خلينا بقى في السرير ده خلاص احنا سبتها بالمفصلات اوان ازاي ما احركوا شايفين كده السبت بالمفصلات تمام طبعا بياخد وقت الاني طبعا انت لما بتثبت المفصلات قصد بعضها وكده برضو عشان التصوير بياخد وقت شوية كده خلاص اوات تقريبا نتسبت بتسقط بقى المفصلات براها عشان ما تخربش الدهان ولا اي شيء تمام كده خلاص سبتنا الاربع جوانب نفرد بقى كده لو انت عايز تطبقه يعني انت شايف حراك كده مثلا لو هو عايز تطبق السرير كده مطوي ومالموم لو انت عايز تلمه في جنب مثلا بتشري الملة وبتحطه على اي جنب يعني ميزة كمان السرير بتلمه زي ما حركوا شايفين كده او ده كان مالموم ممكن تحطه في اي جنب كده مثلا ما ياخدش اي حيز ولا اي مكان كده بقى انت لو هتثبت هنجب بقى الملة ده كده بقى نحط بس بالعرض عشان التصور وعشان الكاميرا ده المليان طبعا معمولة كابس متين ما شاء الله يعني لو حتى الطفل وزنه ايه ما شاء الله ده كده المستوى الاول وسمحانكم شايفين ده اول مستوى لو الطفل لسه بيبي لسه مولود مثلا سن مشهور مثلا بتحط البيبي في الفوق كده في اول مستوى طبعا الطفل ما بيكبر شوية مثلا انه يبدأ يتحرك وتخاف عليه من نوع يقع مثلا الحاجة بتنزله تحت ده المستوى التاني ده المستوى اللي هو الوسط ازا ما راكوا شايفين طبعا مع المرجاحة شكله جميل جدا الطفل بقى لو كبر خالص بقى دخل في ثلاث سنين او شيء ممكن برضو يستخدمه كنهوب يعني الطفل لو سن ثلاث سنين اربعة يكفي يعني السن مشاء الله صاف من جوة 120 سنتي ده المستوى الاخير اللي هو على الارض خالص كمان ممكن تبقى لعبة كويسة للطفل يعني الطفل لو لو انت كمان سيب الطفل كده فيه ومعه شوية ألعاب ويلعب فيه لو انت مسلا مشغول في شيء او الست مشغولة في البيت مسلا في اي شيء ممكن تسيب ابنها في السرير عادي وكله امان ما اقدرش يطلع عليه ومسلا شوية ألعاب حواليه منه ولا حاجة بيبقى يعني بيبقى مفيد جدا يعني جميل او مشاء الله وكمان الدهانات بتاعته وجميلة واللزيزة والاشكال ازا ما حبكم شايفين في منتهى منتهى الجمال ما شاء الله يعني ده السرير ده طبعا السمك النقصة هنثبتها هوا لان كنا لسه ما ثبتناهاش بنثبتها نظام ضغط يعني عشان برضو هو معمول له مصمر ضغط هوا حيث انت لو عايز تشيلها او مثلا توساخت او عايز تنضبها بتشيلها يعني بكل سهول كده هي كده الضغط خلاص نظام ضغط كده ما شاء الله كده الكمل خلاص السمكتين يمين وسمكتين شمال والقط طوم يمين وشمال برضو السرير ماشاء الله زي ما قلتلكم فيه مستويات المستوى الاول لو الولد او الطفل لسه بيبي مولود او لو هو كبر مثلا سنة او اتنين وبرضو حتى لو الطفل كبر ما شاء الله وصل لاربع سنين ولا شيء كافي ده الدوران زي ما قلت لحضراتكم من تحت ده الدوران هوا بحيث مثلا طبعا معموله رجلين هوا بردو كمان لو انت مش حابب الدوران ده الرجول تحت هيا من شاء الله في منتهج جمال شايفين الحركة جميل جدا من شاء الله طبعا انا منتظر تعليقكم لو في اي استفسار عن السرير او لو مثلا في الدهنات او في الالوان او في اي شيء لو في اي استفسار اكتبوا لي مثلا ان شاء الله برضو انا معكم وهتابعكم وبسعد جدا طبعا ما عندش هيا مشكلة في الرد على الرسائل بس بأكد عليكم برضو ما تنسونش في اللايك احباب كمان الاشتراك لسا ما اشتراكش ما تنساش تدعمونا بالاشتراك وانا ان شاء الله في انتظر تعليقكم وكل عام وحرككم بخير وبمناسبة حلول شهر رمضان اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمنى والبركات ورب نرفع عنا الغلاء والوباء ان شاء الله وكل عام وحرككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته